قصة المواطن اللي كان يتحدث بالتقرير الجد أكو غيره خلوا فلوسهم في إحدى المصارف لما يجوا يريدون يسترجعوها استفاجئوا بجواب المصرف أنه فلوسك ما موجودة يمنى أو الحكومة سحبتها وشنو الحكومة سحبتها رحم الوالد يكون فهمونه ما هو أنت لما تقول للمواطن هذا الشي ترى المواطن مو غشم حتى ما يعرف يعني أنا اليوم أخذ فلوسة خليها في إحدى المصارف أمن المواطن في فلان مصرف وخلى فلوسه بالمصرف سواء إذا كانت بالدولار أو بالدينار بعد كم شهره بعد كم سنة حب صار عنده ظرفه وراد يرجعها مثلا فراح عن مصرف يا أبا فلوسي أريدها الآن الحجة شنو في إحدى المصارف الأهلية الحجة الآن أنه البنك المركزي منعنا من التعامل بالدولار فإحنا ما نقدر ننطيك فلوسك بالدولار زي أنا أسألكم بالله الكل يعرف قرار البنك المركزي وقرار مجلس الوزراء وهو اللي يبدأ من 1 يناير من السنة المقبلة بخصوص الحد من السحب النقدي والتعاملات بالدولار وقال أنه اللي يريد يودع فلوسه في المصارف ما يودعها بالدولار يودعها بالدينار طيب إلى حد هذه النقطة إحنا متفاهمين لكن لما تجي أنت تباشر بهذا القانون قبل نهاية السنة وطبعا هذا الموضوع صال من أشهر مهسة جديد لكن بسبب كثرة غضب الشارع العراقي والمطالبين والمودعين اللي راحوا حتى يطالبون فلوسهم قالوا بما أنه السنة جديدة بعد ما يقدر نسحب فلوسنا بالدولار خلي منها سنروح نسحبها حتى ما نخسر لكن اتفاجأوا أنه بعض المصارف يقول لها كاني ما عندي سيولة نقدية بالدولار طيب أنت لما ما عندك سيولة أنت شلك علاقة بالسيولة وشلها علاقة أصلا بقانون الحكومة المركزية أو قانون البنك المركزي ما هذا مخلي فلوسه يمكو أمانة إيجي يريد يسحبها كل ما في الموضوع أنه لازم تتوفروا له وترجعوا له فلوسه لكن السؤال هو أنه الفلوس وين راحت يا ترى بوعوها بالسوق السوداء لو استخدموها لو الله أعلم وين هربوها هذا السؤال اللي يطرح الكثير من الخبراء الاقتصاديين إحنا اليوم دعنا نتكلم بموضوع يخص المواطن العراقي ما دعنا نتهم شخص ولا دعنا نتهم فلان مصرف دعنا نقول أنه القرار يبدأ من 2024 أنتوا باشرتوا بيه من هسة وما عدكم حجة قانونية إذن هنا يقع الدور على الحكومة بإيقاف هذه التعاملات غير الرسمية وغير القانونية ولما يروحون إلى المصارف يا بفلان مواطن وين فلوسه يقول لك إحنا ما التمنعتنا من التعامل بالدولار لذلك هنانا على الجهات الحكومية تتعامل مع هذا الموضوع وتحله بالإضافة إلى شنو أنه أكو مواطنين ومدعين أموال يعني لا يمكن أبد عدهة يعني ربما جمع لسنوات وقدر أنه يضمها بالبنقة وبالمصرف حتى يقدر يحافظ عليه لكن إذا شاف أنه حتى المصرف ما يحفظ أموال المدعين إذن وين يروح المواطن؟ هنا قضية جدا مهمة أحبة المشاهدين دعنا نتكلم عن خرق للقانون وحتى إذا كان المصرف غير حكومي وأهلي المسؤولية أيضا تقع على الحكومة بحماية أموال المواطنين وطبعا أحدهم هدد بأنه يحرق المصرف إذا مرجعوا لفلوسه وممكن أنه نوصل لهذه الحالة أحبة المشاهدين هذه الحالة ممكن نتوصل إلى هذه الاعتداءات وممكن حتى صير جرائم يجوز شخص يتعرض إلى يعني محاولة اختيال ولا حتى الموظفين خطر على حياتهم من أنتوا تتعاملون بهذه الطريقة مع المواطنين لازم تفكرون بالنتائج أكو يعني أشخاص عندهم نفوذ ممكن قد يسببون إلى أيضا تجاوزات واعتداءات على بعض المصارف والصير عندنا مشكلة طيب إحنا ليش إلا الصير عندنا قضية كبيرة في البلد يا الله نطلع ونقول لازم نحلها ليش ما لازم من هسن بادر وتكون عندنا حلول حقيقية وإجراءات رسمية ومتبعة وأيضا يكون أكو إشراف من قبل الحكومة على متابعة المصارف الأهلية